وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ممارسة أي نشاط تجاري مهما كان اختصاصه سلسلة إجراءات وخطوات لا بد أن تكون خاضعة لتعليمات القانون وموائمة للأحكام والتشريعات المسيرة لأي عمل اقتصادي يراد به خير إذا أصبح مسجلا وتتقدمه التراخيص التجارية التي تسهل من ولادته ونشأته وحتى في لحظة بلوغه للهدف الذي وضع في أول صفحة من صفحات قيام العمل الاستثماري المشار إليه ليطل بثقة ومزداقية على فئات المستهلكين والمتعاملين معه وبما يتوافق مع ما أشير إليه في السابق يبرز دور إدارة التسجيل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال تعبيد الطريق أمام الشركات والنشاطات التجارية جديدة التأسيس التي تريد أن تصنع لنفسها اسما تحت سماء سوق المال والأعمال ومن على أرضه الرحبة التي تحتوي من يثقون بأدوات القانون وبمن يلازمون النظام والتعليمات الواجب اتباعها وفي هذا الصدد قامت إدارة التسجيل باستقبال الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري وبما فيها طلبات التأسيس للتحقق من مزداقية المستندات المقدمة وصحتها ومطابقتها مع القوانين والإجراءات الخاصة بالسجل التجاري والشركات عبر مختلف الطرق والأنظمة كنظام سجلات الإلكتروني مثلا والمرتبط مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والذي يمكن من خلاله التأكد من بيانات أصحاب السجل التجاري المتقدمين ومن بياناتهم الشخصية إضافة إلى قيام إدارة التسجيل بالتثبت من صحة المستندات المقدمة لتأسيس الشركات والتي تتضمن التأكد من صحة محاضر الاجتماع والورق الرسمي للشركة وتواقع الشركاء والمديرين ناهيك عن مراجعة عقود التأسيس وتعديلاتها وأن تكون معتمدة من قبل وزارة العدل حتى يصار في النهاية إلى إصدار السجل التجاري وتحصيل موافقة الجهات الرسمية بشكل كامل دور شمولي آخر تتولى القيام به إدارة رقابة الشركات التابعة أيضا إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فهي من تعمد إلى التحقق من وجود الشركة وفاعليتها ونشاطها وواقعية تقاريرها المالية السنوية وتناسب الأرباح المحققة وعملياتها بما لديها من موظفين مؤهلين وفروع عاملة إلى جانب كشف مستوى التزامها بالأحكام والقوانين ومدى ممارسة أعمالها بصورة شرعية بعيدة عن التستر التجاري أو أي مخالفات أخرى للقانون وإن بانت شبهة تجاوز فإن إدارة رقابة الشركات تتولى التحقيق مع الشركة لمخالفتها وتحويلها للنيابة العامة في الحالات التي تستدعي ذلك لتلفزيون البحرين محمد الرشيدات ترجمة نانسي قنقر